على ممثل الجزائر الدائمة في الأمم المتحدة سفير عمار بن جامع إن الجزائر ستظل ثابتة في مواقفها الداعمة للشعوب المضطهدة والقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتين الفيديو والصحراوي يا عم إحنا زيئنا بقى من الكلام ده طب وفين الأفعال بتاعتكم والتضامن بتاعكم مع أشقائنا يعني يشمعنا بس التضامن مع الحاجة اللي أنا عايزة أرخم فيها على المغرب اللي هي التضامن مع حاجة وهمية مش موجودة لأنه الأراضي الصحراوية قلنا إنها أراضي مغربية ولكن ليه بقى ما شفناش نفس الكلام ده ونفس القوة دي واليعني الإصرار ده مع أشقائنا الناحية التانية ما بنشوفش إحنا الكلام ده بنشوف بس إيه أي حاجة ضد المغرب أي حاجة معاكسة لقراء المغرب أي حاجة فيها تدخل في أراضي المغرب بس هو ده اللي بنشوفه إنما نشوف حاجة تجاه أشقائنا لا ليه بقى الحاجة الحقيقية فعلاً اللي تستحق لا عاديين بس بينظروا علينا إيه مصر عملت إيه المغرب عمل إيه هو بس اللي بيعملوه كده ما فيش أي حاجة تانية بتتعمل غير اللت والعجن والتدخل فيما يخص المملكة المغربية إيه ما شينتوا جدها من دورة كانت مقررة في الجزائر ومنحاوها ومدوها للمغرب تسما وش معنتها دي معنتها الخيانة تالي أنت دورة كانت في الجزائر ولا دورة مش قدر تنظم كنتوا تقولوا ننظموا ديوكو بدي منفق بعضها وين كم وين كم في المحافة الإفريقية هم ديريك شقول لي ديوليتي بلاهاي بقى يا جماعة قولوا لبعض بقى يعني الكلام مع بعض في القصة دي أنتوا في كوكب لالا إحنا ملناش علاقة وحاولوا إنوا كنتوا بقى إيه تحيلوا أزماتكم مع بعض اللي عندكم يطلع يقول إن إحنا ننظم كاس العالم واللي عندكم يطلع يقول إحنا القوى الضاربة ولا مفيش زينا وبعدين يطلع يقول إحنا المغرب عمل فينا وعمل فينا وفوز اللقج عم متلعب ضدنا وحاجات إيه بتبين عكس اللي أنت بتقوله ما أنت لو قوى ضاربة ومفيش حد زيك وفيش حد يقدر عليك إذن محدش يقدر يتلاعب ضدك لكن تصريحتك كلها أنا القوى الضاربة اللي مفيش زي ونقدر ننظم كاسين عالم مش كاس عالم واحد وبعدين تقول فوز اللقج عدردني على قفاية يبقى أنت كده بتنقد نفسك القوي اللي مفيش زيه ما بياخدش على قفاة إن شاء الله بإذن الله مباراة نادي نهض البركان أمام نادي الزمالك اللي هي العودة هتكون بكرة إن شاء الله أو يوم الأحد يعني عشان مش عارف أنتوا بتشوفوا الفيديو يوم إيه يوم الأحد إن شاء الله المباراة هتقام عادي جدا الفريق المغربي هيلبس التشيرت اللي عليه خريطة المغرب عادي جدا ولا بقى هيقلعوه في المطار التشيرتات ولا يقولوله ما تلعبش بالتشيرتات دي ولا الكلام ده خالص والحقيقة إنه الكلام اللي روجوله في الإسبوع اللي فات بإنه المباراة هتلغى أو إنه نتيجة مباراة الذهاب هتلغى أو إنه نهض البركان هيتمنع يلعب بخارطته بالليلة هوريكو فيديو في الفيديو المسائي بيبين إزاي الإعلام بتاعهم لحد اللحظة دي برضو طالع يروج إنه المباراة لن تلعب وإنه الأندية المغربية كلها والمنتخبات المغربية منعت إنها تلعب بخارطة المغرب رغم إنه المباراة بكرة هتتلعب بخارطة المغرب عادي جدا بتمنى طبعا زي ما قلت لكم قبل كده التوفيق لنادي نهض البركان لإنه أنا مش مشجع لنادي الزمالك ده أولا يعني لو الأهلي كنت شجع الأهلي أولا ولو الأهلي خسر أقول مبروط لناهض البركان ولكن في حالة نادي الزمالك أنا بشجع طبعا النادي المغربي أولا وده مش عيب على فكرة لإنه في ناس شوية بتاخد موضوع الأندية لا النادي هو نادي برضو تحت أي وضع مش منتخب فالمهم يعني بتمنى إن شاء الله التوفيق أحسن استقبال أحسن معاملة لإنه المغربة وده اللي قاله المسؤول عن نادي الزمالك فيه قبل المبارات العودة قال إنه المغربة استقبلونا بشكل جيد جدا وإحنا بنشكرهم وإحنا كمان بنقول لهم مرحبا بيكم هنا رغم إنه في الإعلام بتاع كوكب لالا لو ترجعوا وتشوفوا هتلاقوا إنه في الفيديوهاتهم كلها كاب بتقول إنه نادي الزمالك رافض يلعب قدام نادي نهض البركان بالخريطة هو نادي الزمالك ملوش إنه يرفض ما يقدرش يرفض لإنه أصلا دي خريطة معترف بيها ودي خريطة المملكة المغربية وما فيش حد لي إنه يتدخل فيها وبكل احترام نادي الزمالك ما تدخلش ولا نادي الأهلي هيتدخل لو فاز الأهلي مثلا على الترجي وفاز نهض البركان على الزمالك ولعبه سوبر ما حدش هيتدخل برضه مونادي نهت بركان لعب قدام الاهلي قبل كده في السوبر. وكان لبسة شرطة المغرب عليه برضه. ولا الاهلي اعترض ولا اقال حاجة. فالقصة محسومة انما هم دايما بيحاولوا يضللوا الناس اللي بتفرجوا عليهم عشان لما يحصل العكس يطلع يقولك شفت او فيه تلاعب مغربي. الحقيقة في الفترة الاخيرة ودي حاجة شفتها في صحيفة اسبانية انه في الفترة الاخيرة طلع الاعلام الجزائري روج لانه هيتم مؤطعة اسبانيا ومش يبقى فيه تجارة يعني مع اسبانيا وكده بسبب موقف اسبانيا اتجاه المغرب ويعني تأكيد اسبانيا على انه السحراء المغربية وعلى انه خريطة المغرب كاملة تحترم يعني. فطلع الاعلام الاسباني فضح القصة دي من يومين وقال انه الجزائر بدون ما تعلن في الاعلام بتاعها يعني الاعلام الجزائري ما اعلنش انها رجعت تاني العلاقات التجارية مع اسبانيا وما قالوش ده في التلفزيون بس طبعا هم كانوا فاكرين انه اسبانيا مش هتعلن عنه لكن اسبانيا اعلنت وقالت انه كمان قالت في صحيفة اسبانية قالت انه فيه فشل ذريع في تعامل الجزائر مع الملف المغربي اللي هي خلقته الجزائر لانه اصلا المفروض ما يكونش فيه ملف مغربي لكن الجزائر خلقت الملف ده وبالتالي هي فشلت في التعامل معها خاصة وده اللي قالتو الصحيفة الاسبانية خاصة على صعيد قصة اميس نهضة بركان اللي اثار ضجة كبيرة جدا وتسبب في انسحاب فريق جزائري والفريق الجزائري ده هم بيقولوا مبارح في فيديوهات عندهم هحطها لكم النهاردة برضو انه كده كده كان هيفوز فانا مش عارف في السقة دي برضو جاية منين انه كده كده كان هيفوز دي معرفش بصراحة عمري ما شفت حد لما انت مش هتلعب فطبيعي تطلع تقول انا كده 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 هفوز لكن تتسحب من المباراة فما تتكلمش بقى في فوز واخسارة المهم يعني انه الصحيفة الاسبانية قالت انه ده فشل ذريع وانه الفريق المغربي لبس خريطة المغرب عادي جدا اعتشرت بتاعه وانه الاندية التانية اللي غير الاندية الجزائرية اللي لعبت مع الفريق المغربي ما اعتردتش على خريطة المغرب وفريق واحد هو اللي اعترد او بلد واحدة هي اللي اعتردت على خريطة المغرب وبالتالي الجزائر اجباري بتعيد العلاقات التجارية مع اسبانيا لانه ده ضروري فانت بتعمل غضانفر واسد وانا ما اهمنيش واعمل 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 واعلم في الاخر مفيش جديد. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزاف. سامحوني لو النهاردة الايه مورال قليل شوية. بس معلش شوية ايه اه يعني تعب كده وخانقة شوية بس ان شاء الله كل حاجة تروء. المهمة بشكركم مرة اخرى. وتحياتي لكم جميعا وسؤال حلقة اليوم. اعتقد ان هو سؤال سهل جدا. قلولي اسم اتنين لعيبة. لعبه لنادي ريال مدريد وبرشلونة. الناديين. قلوا لي اسم اتنين لعيبة. هو سهل اوي الصراحة السؤال ده. انا هقول لكم الاتنين دلوقتي. واقف. اكتب الاجابة. اقول الاتنين. يعني لويس فيجو طبعا. وهقول سامو القيتو. يعني ممكن تكون في ناس شوية مش عارفة ان سامو القيتو لعب في ريال مدريد. وفي ناس كتير اكيد عارفة. بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ولنا الله في كوكب لالا. انا الاحمر والنجمة الخضراء. انا اسد الاطلس. انا مالك الصحراء وسيدها. انا قلب الاسد. هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ. هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم. انا مبدع القفطان ومبتكر الزليج. انا من كسرت شوكة العثمانيين. انا تاريخ كبير. انا القوي العتيد. انا القريب والبعيد. انا الكرم والجود. انا الاحمر والنجمة الخضراء. انا المغرب. شكرا